السلام عليكم ورحبا بكم في هذا الفيديو جديد فيديوهات عنم حياة الأرض اللي نخصها لدراسة الجيولوجيا وخاصة دراسة الظواهر المرافقة لنشوء الثلاثل الجبالي الحديثة واللي نخص هذه الفيديوهات كاملة لدراسة التحول وعلاقته بدين المتصفائح والعلاقة ذي له أيضا بنشوء الثلاثل الجبالي الحديثة بمعنى آخر لماذا؟ فيما تكون لدينا نشوء سلسلة جبالي الحديثة لدينا تحول ففي سلسلة جبالي الحديثة ركزنا على جوج الاستضام والطمر وشفنا بأن هناك تحول خاص يرافق سلسل الاستضام كما أن هناك تحول خاص يرافق سلسل الطمر وكأننا كل هذا شفنا في فيديوهات سابقة شفنا في محور أول التحول بمناطق الاستضام ثم بمناطق الطمر الآن سوف نرى في هذا الفيديو ما هي العوامل المتدخلة في التحول واللي نسميها عوامل التحول ثم انتهاءا بفيديوهات لاحقة لغشوفها مفاهيم أساسية مع ذي المؤشر متتالية تحولية سحنة تحول سلسلة تحولية وغنهو الكل بأنواع التحول هي تحول حراري وتحول الدينامي حراري فالفيديو غنرقز على دراسة عوامل التحول في عوامل التحول غنعطيه ماذا نعني بالتحول التحول هو تغير يلحق الطبيعة الكيميائية والعيدانية وبنية الصخرة لكن هذا التغير يمكن أن يكون انصهار إذا أخذنا صخرة معينة وقمنا بصهرها بيعنا إذابتها فهذا يؤدي إلى تغيير طبيعتها الكيميائية لأنما نستوشعدنا بجموعة من الغازات التي من الممكن أن تغادر الصهارة أيضا عندما تتصل بصهارة فستعطي معاياد جديدة وستكون لديها بنية جديدة إذن هذا بالنسبة للتغير الممكن لكن بالنسبة للتحول يجب أن يكون هذا التغير وهذا شرط أساسي في التحول أن يتم بدون انصهار الصخرة أي أن جميع هذه التغيرات يجب أن تلحق الصخرة وهي ما زالت في حالتها الفيزيائية الصلبة أي أنها لم تنصهر إلى وسط الانصهار خرجنا من التحول وبالتالي كل تغير يلحق بعد الانصهار فهو تغير خاص بالصخور الصهارية نحن نتكلم عن التحول لخاص نكون في تغير على الأقل في التركيب العداني وفي بنية الصخرة ولكن ما زالت صلبة أي بدون انصهارها وبطبيعة الحال كل تغير يلحق أي صخرة فهذا يجب أن يتم تحت تأثير عوامل خارج الصخرة وهي أساساً عوامل الحرارة والضغط لأنها تجيل عدنا كعوامل فيزيائية فيما يتعلق بالجيولوجيا إذن سوف نبدأ بالتأثير الأول للضغط وسوف نأخذ تجربة دوبغي تجربة دوبغي هي بسيطة جداً بحيث أنه سيأخذ مكبس وسيضع أسفله صخرة طينية مميهة بما أنه طين ما زال فيه الماء ويضع داخل هاتين صفائح الميكة ولا لحظه بأن هذه الصفائح هي موجودة بشكل عشوائي وغير موجه وغضي يخليه أحد المنفذ هنا اللي هو عبارة عن طقب وكن نركزه على أن هذه الصفائح الميكة سوف نعتبرها بمثابة معادن غير موجهة والميكة اللي كنتكلم عنها هي معادن الميكة اللي فيه كما قلنا جوجد الأنواع ميكة سوداء التي نسميها بيوتيت سوداء يعني أنها ملونة اللي قلنا بين الأحمر والبني وعندنا ميكة بيضاء اللي كنتسميها الميسكوفيتم إذن كل هات الخليط سوف يمارس عليه ضغط من الأعلى واشنحصلوا على النتيجة التالية فالنتيجة اللي لحظت عندنا المعادن التي كانت غير موجهة من اللي ضغطنا من الأعلى فإلا لاحظت هنا جميع هذه المعادن أصبحت موجهة وأن التوجيه ديالها لاخدناه بشكل عام سيكون توجيه لي وأفوقي ما هي علاقة التأجير الأفوقي ديال المعادن بالقوة الضغطة فدائما هي متعامدة مع القوة الضغطة اللي جاية من الأعلى إذن دور الضغط هو ماذا بصفة عامة؟ دور الضغط وتوجيه معادن العينة الطينية وبالتالي الضغط هو المسؤول عن بنية الصخور المتحولة اللي شفناها إما أن تكون شستية أو مورقة وبالتالي في الصخور المتحولة عند جوجة البنية إما أن تكون شستية أو أن تكون مورقة أما الصخور الصهارية ففي الصخور الصهارية عندها جوجة البنية أيضا أن تكون محببة أو أن تكون ميكروليتية وبضروري تميزه بين هات الجوجة للأنواع الصخور الصخور الصهارية البنية اللي عندها إما أن تكون محببة إلا ما كانش في العجين الزجاجي أو أن تكون ميكروليتية إلا كان في العجين الزجاجي والميكروليتات الصخور المتحولة ما كان بقاوش نتكلمه على هات الجوج عندها بنيات جديدة وهي إما شيستية بنسبة للشيست أو مورقة بنسبة الميكاشيست والقنيش التي تمناها سابقا وبالتالي بصفة عامة كاستنتاج ما هو دور الضغط في التحول هو المسؤول عن تغيير البنية ديال الصخرة الأصلية كانت عندنا صخرة طيانية أصلية من اللي درنا لها الضغط تغير توجيه المعادن إذن تغيرت بنيتها فأصبحت بنية شيستية العامل الثاني المتدخل في التحول وهو الحرارة باش نعرفوا التأثير ذي الحرارة ناخدوا تجربة وينكلار اللي هي تجربة بسيطة ياخد صخرة طيانية ويعرضها في كل المراحل للتجربة دياله إلى نفس الضغط علاش نفس الضغط لأنه ما كيهمناش الضغط في التجربة ولكن درجة الحرارة وغير بدأتنا بدرجة حرارة خمسمائة وسبعين درجة سيسيو سعيد من بأن الصخرة الطيانية نختارها فيها ثلاث معادن أساسية اللي هي الميسكوفيت السيريسيت اللي قلنا هو قريب من المرو والكلوريت اللي قلنا هي قريبة من معدني البيوتيت اللي هو الميك السوداء هذه الصخرة الطيانية عندما نعرضها لضغط ديالجوج كيلوبار ودرجة حرارة خمسمائة وسبعين درجة سيسيو فالذي يحصل هو أنها تتحول إلى صخرة جديدة بما أن الصخرة هي مجموعة من المعادن وبما أننا قلنا صخرة جديدة متحولة إذن يجب أن يظهر تغيير عيداني داخلها فكلقاوها التغيير ممثل بالتالي عندنا معدن جديد أساسي لكيبان وهو الأندلوسيت وهو معدن ديال التحول خاص بالسخور المتحولة وعندنا البيوتيت اللي قلنا هو قريب من الكلوريت وعندنا البلاجيوكلاز لكين داخل هذه الصخرة إذن ظهرت معادن جديدة لم تكن في السابق سوف يأخذ هذه الصخرة المتحولة الجديدة ويمارس عليها أيضا ضغط تابت دائما جوج كيلوبار هو اللي خذيناها في البداية مع الرفع من درجة الحرارة اللي ولست عندنا الآن 700 درجة سيسيوس الذي سيحصل هو الحصول على جزئين من هذه الصخرة بعد تعريضها لدرجة الحرارة المرتفعة جزء أول هو عبارة عن جزء متحول يعني جزء من الصخرة تحول وعطانا صخرة جديدة اللي فيها معادن جديدة أهمها السليمانيت اللي هو معادن تحولي وبقى محافظ على البلاجيوكلاز والبيوتيت بينما الجزء الثاني هو جزء سائل وبالتالي اللي وقعت الصخرة متحولة عندما عرضنا لها الدرجة الحرارة أنها انسهرت لكن ليس بشكل كلي بل بشكل جزئي وكنسنسميه بالتالي انسهار جزئي أي أن جزء فقط من الصخرة هو الذي انسهر بينما جزء آخر استمر في التحول وأنتج صخرة جديدة أهم ما يميزها هو ظهور معادن السليمانيت بطبيعة الحال إلزنا في درجة الحرارة مع الحفاظ على الضغط ما الذي سيحصل؟ سوف يحصل انسهار كل لهذا الجزء اللي بقى عندنا المتحول الجزء السابق حصلنا عليه سابقا وهو جزء سائل فبالتالي إن فكنوصل للانسهار كنخرج من التحول لأننا قلنا بأن التحول يجب أن يحدث داخل صخور ذات حالة فيزيائية صلبة إذا وصلنا للانسهار فخرجنا من التحول إذا لجينا التحول بصفة عمل اللي يقع لنا صخرة طينية تحولت في البداية إلى صخرة أولى متحولة التي تحول جزء منها إلى صخرة تانية مع تغيير في المعادن دل هذه الصخرة وبالتالي ما هو دور درجة الحرارة أو الحرارة بصفة عامة في التحول هل هي تؤثر على البنية كما شفنا بتسبب الضغط فأنا كنلاحظونا بأننا ما كنتكلموش عن البنية ولكن الذي حدثه هو تغيير في طبيعة المعادن وبالتالي ضو الحرارة هو تغيير تركيب العيدان فبالتالي كل من الضغط ودرجة الحرارة هو مسؤول عن تغيير معين داخل الصخرة لكن المشكلة عندنا هو أن الضغط والحرارة معا هما مرتبطان بعامل أساسي فيما يتعلق بالكرة الأرضية وهو عامل العمق كل ما زدنا في العمق ترتفع درجة الحرارة ويرتفع الضغط وبالتالي هاد العملية يخذها وينكلير ديال الضغط تابت قليل فين كتكون عندنا لأن دائما في المنزيد وفي العمق كتزاد عندنا درجة الحرارة والضغط معا وهذا يعني بأنه عندنا تأثير ديال الضغط ودرجة الحرارة معا مين هنجيبوه أو كيفاش غنفهموه هالتأثير ديالهم بجوج من وصل الوقت غناخده تجربة ديال ريتشاردسون ومساعده شنو غيدير هاد ريتشاردسون غدي يخذ ظروف تجريبية من الحرارة والضغط هنلاحظوا الحرارة هي دائما في تزايدنا وأيضا بنسبة للضغط وكما قلنا الاثنان معا هم مرتبطان بعامل العمق الآن غدي يحاول بأنه غدي يزيد مرة في درجة الحرارة ومرة أخرى في الضغط ومرة ثالثة فيهما معا وغيشوف النتائج ديقدر يوصل لها علما بأنه كان عندنا بعض القيام ديال الضغط ودرجة الحرارة اللي هما غير متواجدين في الطبيعة إذن فهي ظروف غير متواجدة في الطبيعة بمعنى آخر أنه لو وصلنا للعمق ديال 10 كيلو متر فيمكن القاومة يقارب 3 كيلو بار كضغط ولكن ما يمكنش تلقوا درجة حرارة اللي هي ضعيفة جدا ونفس الشيء بالنسبة لها لأخذنا 9 كيلو بار اللي خصنا فيها العمق يتجاوز 30 كيلو متر فما يمكنش تلقوا فيها حرارة اللي هي أقل بكثير من 500 درجة سيس فهذه الظروف كما قلنا اللي هي غير متوفرة في الطبيعة وبالتالي كل الغيو هذا المجال من الدراسة وهذه العلاقة بين السخور ودرجة حرارة اللي منطقة والضغط والعمق كمثلها ريتشاردسون بالشكل التالي ففي البداية عندنا معادن طينية للحدود دياله هي هذه يعني أن كل شيء اللي عندنا هنا هو سخور رسوبية مازال فيها معادن طينية بعد هذا سوف يعرض هذه السخور لدرجات حرارة وضغطهما متصاعدين فكيلقى بأنه قد ظهر له بعض المعادن المعادن الأول الأندلوسيت الدستان والسليمانيت وأن هناك حدود بين هذه المعادن الثلاث أو بين المجالات الثلاث للهذه المعادن فلان إذا نريد أن نخدمه بهذا المبيان ذي الريتشاردسون سوف نأخذه ثلاث حالة الحالة الأولى سوف نحاول فيها أننا نحاول أن نجد الضغط ثابت في حدود هنا نأخذينا ثلاثة كيلو بار ورفعه من درجة الحرارة فبالتالي إذا نأخذينا الضغط للثلاثة كيلو بار بطبع الحلقة هذه الظروف غير متوجدة في الطبيعة فنمر من معادن طينية أولا تتحول لأن هذه الحدود التي عندنا هنا تتحول إلى معدن الأندلوسيت ثم أن معدن الأندلوسيت من يوصل لهذه الحدود ما يبقاش يقدر يكمل لنا فيتحول بدوره إلى معدن السليمانيت بصغرات أخرى نقول بأنه تصبح معادن طينية من التي توصل لهذه الحدود التي عندنا هنا غير مستقرة لا نستطيع أنها غالية بالسليس والألمينيوم فهذا عدم الاستقرار لها يعني بأنها تحاول أن تغير من شبكتها البلورية من شكلها أو من شكل البلورات أيضا من تركيب الكيميائي دي المعدن الجديد فتتحول إلى معدن الأندلوسيت إذا نقول ظهور معدن الأندلوسيت وهو مستقر إلى غاية هذا الحد الذي عندنا من بعد مكن قد نشلقوا ما زال هذا الأندلوسيت لأنه نقول بأنه يصبح غير مستقر فيتحول إلى معدن جديد وهو معدن السليمانيت إذا ندرنا هنا تغيير درجة الحرارة أو الرفع من درجة الحرارة مكننا من المرور إلى معدن طيني لهو معدن أصلي داخل الصخرة الرسوبي الأصلية لتحول إلى أندلوسيت ثم الأندلوسيت تحول إلى سليمانيت وذلك كما قلنا حسب المجالات للاستقرار للكلمات للمجال الاستقرار سليمانيت ومختلف عن مجال الاستقرار الأندلوسيت ومجال الاستقرار الديستان الآن سنأخذ الحالة الثانية والآن سنحاوله سنأخذ ضغط متصاعد ولكن ضد درجة الحرارة ثابتة في حدود 500 درجة سيسيوس فشنو اللي كي يوقع؟ مليك نوصل إلى 500 درجة سيسيوس ما كتبقاش عندنا أصلا هذه المعادن الطينية لأننا وصلنا إلى درجة حرارة مرتفعة وقلنا بأن ندور درجة حرارة وتغيير التركيب العيداني إذن فتنا المجال للطين فأول مجال كي تلقاه هو الأندلوسيت إذن كيبان عدنا معدن الأندلوسيت إلى حدود هذا الحد اللي عندنا هنا وبيتري وصبح غير مستقر فيترك مكانه لتكون معدن جديد وهو معدن الديستان وبالتالي فكما قلنا سابقا لشفنا تأثير درجة قلنا بسبب الضغط ويؤثر على البنية فقط هذا شيء شفنا سابقا إذا كان لوحده تأثير الحرارة قلنا تؤثر على التركيب العيداني بمعنى تغير معدن الصخرة ولكن للقينا الآن ما هو العام الذي أدى بنا من المرور إلى الأندلوسيت إلى الديستان ليس هو الحرارة ولكن الضغط للقول بأن العاملين معا يتدخلان في تغيير التركيب العيداني وأيضا في تغيير بنية الصخور المتحولة ما هو الحالة الثالثة؟ وفي هذه الحالة سنحاول أننا نغير الضغط ودرجة الحرارة معا أي ضغط متصاعد وحرارة متصاعد واختر لنا هذه المنحنة فهذه المنحنة سوف يزدنا أولا من معادن الطينية لأن درجة الحرارة والضغط منخفضين نسبيا ثم لك نوصل إلى هذا الحد الذي عندنا هنا المعادن الطينية تصبح غير مستقرة فيظهر أول معادن تحولي الذي يصبح غير مستقر عندما يسئل هذه الحدود يترك مكانه للديستان يصبح أيضا غير مستقر إلى غير الحدود فيظهر معدن جديد عوضه لهو معدن السليمانيت فبالتالي هذا يؤكد بأن هناك علاقة بين هذه المعادن ثلاثة ما بينها أهم علاقة وهي أنها كلها سيليكات الأليمينسيال بمعنى أن فيها السيليس والأليمينيوم بكترة ثم أنه كل معدن من هذه المعادن من الممكن أن يتحول إلى معدن جديد بفعلي الرفع من ظروف التحول أو من درجات عوامل التحول وهي فقط درجة الحرارة والضغط إذا غيرنا الضغط ودرجة الحرارة تتغير معدن الصخرة إذن يتغير تركيب العيداني للصخرة وبالتالي تتغير صخرة كل نمر من صخرة متحولة متوفرة مثلا على الأندلوسيد فقط إلى صخرة متحولة متوفرة على وفي النهاية إلى صخرة متوفرة على السيليمانيت أو هناك علاقات مختلفة مختلفة إلا أنه ما يمكنش يكون لدينا العكس بمعنى إذا كانت لدينا صخرة متحولة اللي فيها السيليمانيت فما يمكنش ندير العملية بشكل عكسي بمعنى الرجع إلى صخرة اللي غير اللي فيها الأندلوسيد هنا لدينا سيليمانيت أندلوسيد أو من السيليمانيت إلى الديستين فهذا غير ممكن عليه لأنه التحول وظاهرة غير رجعية إذا كان خاصنا باش ندوز من الأندلوسيد إلى السيليمانيت أنا نزيده إما في درجة الحرارة أو في الضغط ودرجة الحرارة مع اللي خذنا في هذا الاتجاه أو الملحة ديال التحول فإلا درنا العكسي وعنى بغينا نمشيه في اتجاه عكسي من هنا هنا أو في الاتجاه الآخر فهذا غير ممكن علاش لأنه التحول يتم في اتجاه واحد بالرفع من درجة العامل المتدخل في تغيير الترقيب العيداني إذن هذا كان كتجربة إذن هذه كلها معطاية تجريبية ونحن نعرف بأنه ننطلق من التجربة لكي نفسر ما يحدث في الطبيعة هنا في هذه التجربة كان بإمكاننا أننا في المختبر نغير إما الضغط أو درجة الحرارة أو هما معاً فكيف يمكن في الطبيعة أن يحدث هذا الأمر بعنى كيف يمكن أن ستغير ظروف التحول في الطبيعة في مناطق الطمر ومناطق الاستيضام وهذه هو اللي غير ندرسوها بحيث أنه سنأخذ تغيير درجة الحرارة كيف يمكن أن تتغيير درجة الحرارة في الطبيعة على مستوى كرة أرضية فكل قاومة نسميه مفهوم الدرجة السعيرية ماذا يعني بالدرجة السعيرية تغييرات درجة الحرارة حسب العمق في المناطق التي لا تعرفوا نشاط جيولوجي وهو ممثل بالطمر أو الاستيضام في مناطق لما فيها سلاسل الجبلية الحديثة يكون عندنا التغيير درجة الحرارة السعيرية فكنسميه معدل الدرجة السعيرية إذا امشينا لمناطق الطمر فكتلقوا الدرجة السعيرية تنخفض سنزد هنا في العمق بشكل كبير فماذا يأخذنا العمق 45 كم هنا أعطينا انطلاقا من تقريبا 300 درجة سيسيوس إلى غاية 400 درجة سيسيوس لكن في الدرجة السعيرية أو في معدل الدرجة السعيرية فكنبدو انطلاقا من 500 وكنسهليه في 600 فهنا المنحة اللي اخذنا لاحظونا بشكل خطي فعدينا مجال من تغيرات درجة الحرارة إذا بصفة عامة في مناطق الطمر تغيرات درجة الحرارة أو الارتفاع درجة الحرارة حسب العمق يكون أقل من نفس التغير أو نفس الارتفاع لعدنا في المناطق التي لا تعرف أي نشاط جيولوجي وهو العكس اللي قد يلقاه في مناطق الاستضام حيث الدرجة السعيرية ترتفع بشكل كبير بمعنى أنه تصل إلى درجة حرارة جد مرتفعة بمجرد أننا نتجاوز مثلا العمق دير خمسة عشر كيلومتر مثلا وصلنا هنا إلى عشرين أو خمسة وعشرين كيلومتر فكندخلوا وسط من هذا المجال اللي هو درجة الحرارة 900 درجة سيسيوس فبالتالي في مناطق الاستضام عدنا الرفع بشكل كبير من درجة الحرارة رغم أن العمق ضعيف بينما في مناطق الطمر هذا الارتفاع في درجة الحرارة هو أقل بكثير وخل نوصله إلى أعماق كبير جدا فمعمرك نوصله إلى درجة الحرارة 900 درجة سيسيوس لا لاحظت هناك تقعدنا ما بين 300 و 400 إلى غاية 500 درجة سيسيوس هذا بالنسبة للتغير الذي يمكن أن يلحق درجة الحرارة طبيعيا الآن بالنسبة للتغير الضغط كيف يمكن أن تتغير درجة الضغط فهناك مجموعة من العوامل أو على الأقل ثلاث عوامل مسؤولة عن التغير درجة الضغط إذا اخذنا صخرة أو طبقة رسوبية نريد أن نغير الضغط الممارس عليها فأول شكل من التغير هو الممارس من طرف القوى التكتونية هذا الانضغط الذي ممكن أن يتم في مرحلة واحدة أو عدة مرحل بمعنى أنه لدينا منطقة تتعرض باستمرار لهذا الانضغط أو أن الانضغط يتم في لحظة أو في زمن معين ثم يتوقف فكلما ازدنا في قوة الضغط التكتوني فهذه القوى التكتونية الانضغاطية أو كررناها عدة مرات إلا أن هذا يؤدي إلى تغير درجة الضغط في المنطقة الضغط الثاني أو الشكل الثاني من الضغط هو ما نسميه الضغط الصخري الممارس على هذه المنطقة أو على هذه الطبقة من الأعلى إضافة طبيعة الحال إلى القوى التكتونية فلو افترضنا أن لدينا طبقة تتعرض للضغط التكتوني ومن جهة أخرى عندنا ضغط آخر ممارس على بفعل وجود طبقة أعلى اللي سنسميه B إذن هذا B عندها كتلة اللي تمارس لنا ضغط على الطبقة الموجودة في أسفل هذا الضغط الصخري سوف يتغير أيضا بفعل اللي زادت طبقة جديدة سنسميه C إذن الضغط اللي كان عندنا إلى حدود هذا السقف ديال B ماشي هو نفس الضغط اللي عندنا إلى حدود هذا السطح ديال C هنا ضغط سيكون كبير هنا ضغط أقل وبالتالي فالضغط الصخري أيضا هو يتدخل في تغيير درجة الضغط الممارس على الطبقات التي تتعرضوا للتحول عندنا ضغط جديد أو في الحقيقة هو عامل مساعد في تغيير هالدرجة الضغط وهو الموائع البيفورجية السوائل أو الغازات الموجودة داخل الطبقات المتعرضة للضغط ولدرجة الحرارة فكلما كانت عندنا موائع داخل الصخرة إلا أنها تغير من ظروف تفاعلات التحول وشفنا على الأقل بأن هناك دور ديال الماء الذي لا يؤدي فقط إلى التحول ولكن أيضا إلى إنسهار فين شفنا هذه العملية لتدخل الماء في تغيير التفاعلات فالقينها على مستوى مناطق طمر من اللي قلنا الانغيراز دي الغلاف صخري محيطي أسفل غلاف صخري قاري فكيخرج عندنا الماء من هذا الغلاف الصخري أو القشرة المحيطية وأن الماء يؤدي إلى الإنسهار فإذا كان الماء قادر على صهر صخور فبالأحرى أنه سيكون قادر على تسريع العمليات ديال التحول أو تفاعلات التحول بصخة عام فبالتالي شفنا بأنه الضغط هو عامل من عوامل تحول يؤثر غالبا على البنية الحرارة تؤثر على التركيب العيداني الضغط ودرج الحرارة معا يؤثران على التركيب العيداني وعلى البنية وشفنا بأنه هد الضغط ودرج الحرارة في المناطق ديال التمر والاستيطام هما غير تابتين بل يتعرضان للتغيير المرتبط غالبا بالعمق وأيضا بالقواء التكتوري الممارسة على المنطقة فبالتالي هذا كأعتنا تساؤل مهم لهو ما هو دور هذه العوامل التي درسناها الآن أو تغيير ظروف التحول أو درجات عوامل التحول ما هو دور هذه الظروف في استقرار المعادن والسخور المتحولة بالمنطقة بمعنى أخر لماذا لدينا في مناطق الاستيضام هاد الترتيب في السخور المتحولة لا هو شيست ميكا شيست هو غنيز ولماذا لدينا في مناطق التمر هاد السخور المتحولة اللي هي شيست أخضار متبوع بشيست أزرق ثم إيكلوجيت في مناطق التمر علما بأن هذه الثلاثة ما ندخل استضام لها اصل رسوبي بمعنى ان القشرة القارية هي التي استعرض للتحول وان هذه عندها اصله هو قشرة محيطية هي التي تعرضوا للتحول بفعل تدخل هذه العوامل للتحول ثم شفنا المعادل التي تتلمنا عليها اللي هي سيديكاتة الاليمين اللي هي الاندلوسيت والسيليمانيت والدستان وشفنا بان هناك علاقات ما بينها وعلاقات ما بينها وبين عوامل تحول هي الضغط ودرجة الحرارة اذا كيف تؤثر عوامل تحول على استقرار المعادل تحولية الموجودة داخل هذه الصخور بالمناطق المدروسة اللي هي منطقة الاستضام ومنطقة الطمر وهذا السؤال غد نخلي الجواب ديالو الى الفيديو المقبلة وفي انتظار ذلك نتمنى وتكون هذا الفيديو فاتكم والى لقاء قريب ترجمة نانيا ترجمة نانسي ق GrĄ ترجمة نانسي ق Marah ترجمة نانسي قنقЖ ترجمة نانسي قنق Sy moż �를 ngoعقان ترجمة نانسي قنقじ شكرا